لسعة واحدة من بعوضة النمر كانت كفيلة بإلزام خالد الفراش لمدة شهر كامل علاجه وتنقله من مستشفى إلى آخر لم يشفع له بل الأمر يزداد سوءا يوما بعد آخر كنت قاطع من نمر باطئ ما تريح لأولاد الدج مركز عقبت لوحدة الشعبات في مياه راكيدة شوية عقبتها شوية حشرة كانت خرصتني حشرة على حسب اعتقادي لحد الساعة أنها بعوضة النمر يعني بعد ما شفتها يعني كي بي كانت مطارتش بقات لاسقة في رجلي كنت لربس جلابة كي طلعت الجلابة باش نشوفها لقيتها عندها السويتسية الأرجل مزرقتها بالأبيض والأسود بعد وصفي لها الأطباء يعني تتأكدوا أنها هي في الدقيقة هذه كنت لقيت الإسعافات الأولية في عياذة المتعدل الخدمات ولد موسى كانوا طوني حقنة وطوني أدوية شربتهم يومين ليوم الثالث الحالة بدأت تزيد رجلي بدأ ينتفخ شوية بس عذوق هذا الحبل رأيزي دي نوضغي هنا في لحمي وكوتي لي منها رأي يحرقني في الليل ويسيل بالماء هم يسيلوا بالماء هذوق هذوق ما نشعرفين واشنوهم أسكو الحالة تطورت أسكو هذا مرض جلدي أسكو دي شامبينيون ما نشعرفين خاصة أنا اللي زياناليستا باستر ما زي ما عرفنش واش خرجو ليس ببعيد عن مقر إقامة خالد بأولاد هداج التابعة لولاية بومردس تتواجد مفرغة عشوائية بمحاذاة هذا الواد مقارنة بحالة خالد يطرح المرة من هنا أكثر من تساؤل حول الخطر المحدق بسكان المنطقة مصير مجهول يواجهه خالد أياما قبل صدور التحاليل الطبية حالته من سيء إلى أسوأ في انتظار إيجاد دواء لشفاء حالته المستعصية ترجمة نانسي قنقر